مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برناميكم الإسبوعي عبر الكتاب من اللحظة الأولى التي فيها أعطى الله كلمته للإنسان بدأ الشيطان بمحاولته أن يزرع الشك في قلب الإنسان عندما قال لحواء أحقا قال الله وما زال إلى يومنا هذا يحاول عدو الخير بشتى الطرق مستخدما أناس كثيرين لكي يزرع الشك في قلوب المؤمنين نحو كلمة الله لأكثر من 1400 سنة ويطعن الكرآن والمسلميون في الكتاب المقدس إلا أن الكتاب المقدس ما زال إلى يومنا هذا هو رقم واحد في المبيعات في الكتب على مستوى العالم هو أكثر كتاب ترجم إلى كل اللغات واللهجات العالمية هو أكثر كتاب مبيعا هو أكثر كتاب تأثيرا إيجابيا على حياة الإنسان هو أكثر كتاب كراءة في هذا في العالم كله لأجل هذا ما زال الطعن مستمر وبرغم كل هذا ما زال الطعن مستمر وما زال البعض يطعن في الكتاب المقدس بجملته أو في أصفار الكتاب المقدس على فراده هناك كثير من الطعن الموجه نحو الأناجيل الأربعة ولأجل هذا هبدأ سلسلة فيها أتناول بعض من هذه الإدعاءات الغير حقيقية التي تنادي بوجود أخطاء أو تناقضات في الأناجيل ولأجل هذا عنوان حلقة اليوم هو أخطاء وتناقضات في إنجيل متى أخطاء وتناقضات في إنجيل متى الجزء الأول هتناول في هذه الحلقة حسب ما الرب يعطينا من وعد أكثر من اعتراض والدعاء بوجود أخطاء وتناقضات في إنجيل متى وأحاول بقدر الإمكان أن أقدم ردا وافيا شاملا لهذه الاعتراضات أول هذه الاعتراضات بنجده مرتبط بسلسلة نسب المسيح حيث يقول المعترض ويتناول سلسلة نسب المسيح ويقول أن جميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربع عشر جيلا ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلا ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا لكن في الواقع عدد الأجيال المذكورة من بعد السبي إلى المسيح ليث أربعة عشر جيلا كما قال متى لكنهم فقط تلات عشر اسما مذكورين أنا اتناولت موضوع سلسلة نسب المسيح في أكثر من حلقة ويمكن أكثر حلقة تجدوا فيها الإجابة على الاختلاف بين متى ولؤة في سلسلة نسب المسيح هي حلقة رقم 290 من برنامج عبر الكتاب حلقة بعنوان هل أخطأت الأناجيل في سلسلة نسب المسيح يمكن لحضراتكم الرجوع للحلقة دي ومشاهدتها لكن هنا سوف أجيب على هذا الاعتراض البسيط وهو أساسا اعتراض نابع من عدم الفهم لطبيعة سلسلة النسب التي تناولها متى في فيديو قصير بيقدم واحد من هؤلاء المعتردين والناقدين للكتابة المقدس هذه الفكرة فخلونا نشاهد أول فيديو ونرجع نعلق عليه احنا لما نيجي نعد الأنساب أو الأجيال مش بنلاقيها 14 و14 و14 ولما بنرجع علشان نحقق الأنساب من العهد القديم بنلاقيها إن في حقبات تاريخية أكتر من 14 أصل طبعا ده بالتأكيد لأن حضرتك لو درست سلاسل النسب في الكتاب المقدس تعرف أن سلاسل النسب لا تشمل كل الأشخاص هي سلاسل نسب بنسميها سيليكتف الكاتب اختار الأسماء الأساسية أو الشخصيات المحورية في سلسلة النسب فليس القول بأن فلان أنجب فلان معناه أن فلان هو الأب المباشر لفلان ادرس هذه المواضيع وحضرتك تفهم كويس أوي سلاسل النسب في الكتاب المقدس في أغلبها وفي معظمها هي سلاسل منتقاء لأسماء شخصيات ممكن يكون الفرق أجيال ما بينهم لكن لما نقول مثلا أن داود هو ابن يعقوب ليس معنى هذا أن يعقوب أنجب داود لكن هناك أجيال كثيرة ما بين يعقوب وما بين داود لكن لو الكاتب قال أن يعقوب أنجب دا معناه أنه من نسل وليس الأب المباشر له لكن حضرتك ممكن ما درسش هذه النقطة نكمل مع بعض من 14 أصلا فما نفهمش يعني ما تكن بيتحسوك وعاوز يخلي الأجيال من إبراهيم لداود 14 جيل ومن داود للسابي البابيلي 14 جيل ومن السابي البابيلي للمسيح وإحنا لما نيجي نعد أصلا النسب زي ما هو كتبه مش هنقدر نحط 14 و14 و14 طيب هو بيقول لما نيجي نعد مش هنقدر أيضا نحط 14 و14 و14 هل هذا الكلام صحيح؟ علشان نقدر نفهم هذا الأمر هبدأ من عدد 11 لأنه فيه هناك ردود وأنا عايز أقول أن لهذه الشبهة ردود كثيرة ولو حضرتك تعبت نفسك وكنت دورت كنت تلاقي ردود كثيرة موجودة ومقنعة بس أنت مش عايز أنت مجرد أنك عايز تطلع الكتاب المؤدس فيه أخطاء دا كل غرضك دا كل الهدف اللي أنت عايش من أجله لما يقول لنا ويوشية ولد يكنية وإخوته عند سبي بابل بيقف هنا الكاتب بيقف هنا يبقى سبي بابل الوقت اللي هو قبل سبي بابل بيقف عند يكنية وبعدين بيبدأ ال14 الاسم الأخيرة من سبي بابل إلى الرب يسوع المسيح ب14 اسم وبيقول وبعد سبي بابل يكنية ولد شلتئيل يبقى يكنية مشترك يكنية قبل السب وبعد السب هو الاسم المشترك لأجل هذا عد يكنية في ال14 التانية كويس اللي هي قبل السب وعد أيضا اسمه في ال14 التالتة اللي هي من بعد السب إلى مجيء المسيح الأمر مفهوش صعوبة الأمر مفهوش صعوبة وعش كده لو عدينا من عندي يكنية ولد شلتئيل وبعدين زارو بابل وبعدين أبي هود واليقيم وعزور وصدوق وأخيم وليود والعازر ومتان ويعقوب ويوسف ويسوع نلاقيه أن المجموع 14 وليس 13 لكنك أنت بتعتبر أن يكنية ده منتهي خلاص مدام هو بقى قبل السب يوم منتهى لكن يكنية اسمه مشترك لشخص قبل السب يضم إلى ما قبل السب وأيضا يعتبر ما بعد السب وللأسئلة الأخرى المتعلقة زي ما قلت لحضراتكم بسلسلة ناسم المسيح يمكن الرجوع لحلقة 290 من برنامج عبر الكتاب طيب ده الاعتراض الأول والرد عليه ببساطة سهل مش معقد ناخد اعتراض يقول المعترض بيقول لنا لماذا لم يدن يدن الكتاب المقدس المجوس واستخدامهم للنجوم حيث أن العهد القديم يدين استخدام العرافة والتنجيم لما نرى في قصة المسيح في إنجيل ما تاب نجد المجوس اللي قاتوا من المشرق اللي لما رأوا النجم تتبعوا النجم حتى قادهم النجم إلى أورشاليم وإلى بيت لحم حيث كان يسوع ف اللي بيرى العهد الأديم يعرف إن الله بيدين العرافة ويدين أيضا التنجيم كجزء من العرافة عشان كده بنقرأ في سفر اللويين وأصحاح تسعتاشر وفي عدد واحد وتلاتين يقول لنا لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم أنا الرب إلهكم إن شعب الرب شعب إسرائيل ما ينفعش يعمل زي الأمم وما ينفعش يرتبط لا بالجان ولا بالتوابع ولا بالوسائل السحرية القديمة واستخدام السحر والشعوزة في معرفة المستقبل هذه الأمور التي كانت منتشرة بكثرة منتشرة بكثرة في أرض كنعان ومنتشرة بكثرة في البلاد والثقافات المختلفة التي كانت حوله فالرب بيحذرهم يقولوا ما ينفعش أنتم تعملوا زي بقية الأمم لأنه ما فعله الأمم هو في نظر الرب نجاسة وعش كده عزيز المشاهد أنه أي محاولة من الإنسان لمعرفة المستقبل باستخدام وسائل شيطانية هو نجاسة في نظر الرب هو الإنسان بيسلم رأبته للشيطان السحر الشعوازة العمل كل هذه الأمور الكتاب المقدس ينهين عنها نهيا واضحا جدا لأنها في نظر الرب أمور يأتي بسببها دينونة الله على الإنسان عش كده كمان يقولهم في تسنية 18 يقول لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار ده اللي كانوا بيقدمهم للأليحة علشان الأليحة ترضى عنهم ما ينفعش ما ينفعش أن أنت تتشبه بالأمم وتقدم للأوثان أبنائك ولا من يعرف عرافة العرافة مرفوضة كل أنواع العرافة مرفوضة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقيا هذا طبعا مشهور أوه في العالم الإسلامي ويس ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشر الموت في بلاد كثيرة لحد اليوم ما زالت بتقوم بهذه الأعمال الشريرة وفي بلاد عربية معروفة ومشهورة بالسحر والعرافة وكل أنواع السحر وكل الارتباطات المتعلقة بالعالم الشرير والأرواح الشريرة وإبليس الكتاب بينهين عنها اللي بيدخل الدايرة دي ما بيخرجش منها سليم اللي بيحط نفسه في هذه الأمور بيأذي نفسه ويأذي جسده ويأذي أيضا من حوله لأجل هذا ينهين الكتاب نهيا واضحا جدا عن هذه الأمور وعن استخدام العرافة والسحر بما فيهم كوتشينا راية الفنجان كل الأنواع اللي بيستخدمها الإنسان أنا بستغرب لحد النهاردة مازال التلفزيات العربية بتجيب ناس تتنبأ عن المستقبل وتقرى الكوتشينا بطرق مختلفة علشان يعرفوا المستقبل وينبقونا عن ماذا سيحدث في المستقبل كل هذه الأمور مرتبطة بالشيطان مرتبطة بالعالم الشرير ولا يصح لنا كمؤمنين أن نسمع لها أو نزغي أو نرتبط بها مش أي شكل من الأشكال دي نقطة مهمة جدا كمؤمنين لازم ناخد بالنا منها لكن هاجي وأقول هل المجوس اللي تكلم عنهم الكتاب الذين أتوا من المشرق وصاروا وراء النجم حتى قادهم النجم إلى حيث كان يسوع فقدموا له هداياهم ورجعوا فرحين طبعا لا لما يجي إلى تعريف التنجيم التنجيم ما هو التنجيم التنجيم هو الاعتقاد بأن الأحداث الأرضية مرتبطة بحركات النجوم والكواكب وهذا اقتناع موجود منذ قديم الزمان أن الإنسان مقتنع أن الأحداث الأرضية مرتبطة بحركات النجوم والكواكب وهذه النجوم والكواكب تحركها الآلهة في السماء عش كده ارتبط التنجيم بعبادة الأوثان وارتبط التنجيم في العهد القديم بجند السماوات وبمحاولة معرفة المستقبل وتنبؤ به لحد النهار ما زال هذا الأمر موجود والكتاب بينهينا عنه والكتاب بيحذرنا منه المجوس اللي أتوا للرب يسوع لم يكنوا منجمين بل كانوا علماء فلك كانوا دارسين للكواكب والنجوم لم يستخدموا الشعوزة والسحر لمعرفة نجم أو حدث هيحدث في الأرض والله استخدم علمهم ومعرفتهم ليخبرهم بالطريقة اللي يفهموها عن ميلاد المسيح كيف العلماء الفلك أن يعرفوا أن هناك ملك عظيم قد ولد وأن ملك سيملك على كل الأرض قد ولد الطريقة اللي يفهموها هي بالنجم وهذا النجم أيضا في نبوة في العهد الأديم عنه أنه يبرز كوكب من يعقوب بعش كده ربنا استخدم الطريقة اللي يفهمها هؤلاء العلماء لكيما يخبرهم بها عن ميلاد يسوع المسيح لم يستخدم المجوس وسائل شيطانية أو عالمية لمعرفة مكان ميلاد المسيح بل الأمر كله ارتبط بالله الذي بادر والذي أعلن أنه قد ولد التنجيم في العهد القديم أو في الأمم الوثنية مرتبط بمحاولة فهم المستقبل وإيه اللي هيحصل في المستقبل من أحداث أما هنا فليس معرفة المستقبل بل الإعلان عن حدث قد تم فالله استخدم النجم لكيما يعلن إعلان announcement proclamation سميها زي ما تسميها إعلان أن يسوع المسيح قد ولد وكل اللي عليهم هؤلاء المجوس أن يتبعوا مصار النجم حتى يأتوا إلى الملك المولود حاجة تانية الكتير المؤدس بكل وضوح مع أنه يدين المنجمين وعبادة جند سماوات إلا أنه يؤكد على أن الله يستخدم المظاهر الفوق طبيعية لإعلان أحداث عظيمة منها مثلا مجيء المسيح التاني لما رب يسوع يتكلم في مد 24 عن علامات المجيء يقولهم وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقبوات السماوات تتزعزة وحين إذن تظهر علامة ابن الإنسان في السماء فمجيء ابن الإنسان التاني ارتبط بمظاهر فوق طبيعية تحدث في المجرات وبين النجوم والشمس والقمر الله بيستخدم خلقته فزي ما يقول كده داود في مزمور 19 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه الله أيضا يستخدم خلقته لكي ما يعلن من خلالها لناس ما تقدرش تفهم إلا بالطريقة دي وهم علماء فلك أن هناك ملك قد ولد ولجل هذا سافر المجوس البعض أنهم لكي ما كل غير موجودة في كل العهد القديم بنعرف مكان ميلاد المسيح فألوله بحسب أم وخد الصبي وأمه وروح إلى مصر ودي كانت بداية الرحلة للعائلة المقدسة إلى مصر وقعدوا في مصر لحد لما مات هيرودوس وبعدين الرب قال يوسف قوم خد مريم والصبي وارجع بيها إلى اليهودية فرجع ولما رجع هو مريم سكنه في مدينة الناصرة كويس وعش كده بيقول لنا هنا مت أنه لأن يسوع سكن في الناصرة فمتى بيقول لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا لكن لا نجد نص نبوة في كل التسعة وتلاتين سفر بتوع العهد الأديم بيتكلم عن أنه يدعى ناصريا يعني هل عذراء تلد وتحبل آه موجودة في أشعياء سبعة أربعة عشر أنه نبوات أخرى كثيرة موجودة في المزامير وموجودة في أشعياء وموجودة في الأصفار الأنبياء الأخرى لكن هذه النبوة بالتحديد غير موجودة بيقوله هنا مت أخطأ مت قد أخطأ هل فعلا قد أخطأ مت ونحن نعلم أن مت يكتب لليهود وعندما يكتب مت اليهود هو يعلم جيدا فكر اليهود ومعرفتهم بكل الأمور المتعلقة بالمسايا أنا عندي بعض الملاحظات على هذه النبوة كويس أول ملاحظة بنقراها أنه مت هنا بيقول لنا مش كما هو مكتوب ما استخدمش كما هو مكتوب في بعض النبوات الأخرى قال كما هو مكتوب لكن هنا مت بيقول كما قيل بالأنبياء والأنبياء هنا في صيغة الجمع وليس المفرد بروفتون أنبياء فهو استخدم صيغة الجمع هو لا يشير إلى نبي من الأنبياء لكن هو يتحدث عن مجموع من الأنبياء هؤلاء الأنبياء قدموا صورة للمسيح في مجملها وفي تلخيصها أن يسوع أن يسوع يدعى ناصريا طيب نوتة أخرى عبارة الأنبياء تطلق في العهد الأديم على الجزء الثاني من العهد الأديم اللي هو يتكون من التوراة والأنبياء والكتب الجزء الثاني من التناخ فكأنه مات بيشير إلى مجمل تعليم وليس إلى نص محدد طيب أخذ مدخلة وأرجع على الباية الأخ سام مرحبا أهلا بك كيفك كيفك أنت أخ سام أهلين الله الحمد لله أخي الكريم أنا يعني أريد أن أستفسر عن كلمة معترض ليش يعترض ما في اعتراض يعني في الأديان الثلاثة يعني ليش اعتراض قل انتقاد منتقد ينتقد شيء معين مثلا من المسلمين عندهم الحق أي ديانة في العالم تنتقد القرآن تنتقد محمد تنتقد إلى الإسلام مثلا بحسب ويشهة نظر الطرف آخر وكمان يعني اليهود يهودية ننتقد هم مش مشكلة المسيحية كما ننتقد ما في مشكل يعني عادي يعني العقل يعني العقل يوفاك بصراحة بالرأي الشخصي ومع كامل احترام لك يعني يقول انتقد ينتقد خلاص يعني لا ليس له الحق أحد أن يعترض ما في اعتراض هذا لا أتفق مع الاعتراض وشكرا لك شكرا لك للشعاف تحدث معك لا لا بالعكس خسين مبسوط اسمع صوتك فأي وقت طبعا شكرا طبعا هي معترض بمعنى أنه رافض للإيمان المسيح فبيعترض عليه بصورة أو بأخرى لكن ممكن يستخدم اللفظ أو الكلمة اللي سميها كلمة كلمة تكنيكية يعني أنه منتقد الكريتيكل ينتقد النص الكتابي ولكل شخص طبعا الحق أنه يفكر وينتقد ويسأل الأسئلة ده متوفر ومسموح به ومشروع به طول ما الإنسان عنده عقل بيفكر به فبشكرك الأخي سام طيب هنا نيجي إلى الجزء الثاني أنه لما يقول لنا متى هنا متى هنا أول حاجة أول ملاحظة بنعرفها أنه متى لا يشير إلى نص مكتوب متى يشير إلى فكر موجود متى يشير إلى معرفة ما عن شخص المسيح كويس هذه المعرفة عن شخص المسيح هي موجودة في مجمل في مجمل تعليم الأنبياء في العهد القديم كويس عشان كده ماذا قال الأنبياء في كتبهم عن شخص المسيح ده هو النقطة المهمة وطبعا بحسب الفكر اليهودي لما بكلم عن الأنبياء أنا بكلم من أول يشوع كويس لأن يشوع وقضاء وملوك الأول وملوك الثاني وسوريا وساميل الأول وسامولي الثاني وملوك الأول وملوك الثاني بيعتبروا أصفار نبوية متقدمة وبعدين بيضاف إليها الأنبياء الآخرين أشعية وأرمية وحسقيال ودانيال والاثنى عشر سفرا للأنبياء الصغر فمجمل التعليم الأنبياء القسم الثاني من العهد الأديم ما الذي يقوله الأنبياء بخصوص شخص المسية المسية وصفها أكتر من مرة في كتابات العهد القديم بأنه غصن أو نبتة وكلمة نبتة أو غصن نتزير فهنا نبتة ليس لها قيمة نبتة قدامه كفرخ وكعرق في أرض يابسة لا منظر له ولا جمال فهنا نبتة فالمسيح وصف في العهد الأديم أكتر من مرة بأنه نتزير بأنه غصن أشعياء قال إنه هو غصن الرب أرمية كلم أيضا عنه في أصحح 23 زكريا ذكر مرتين عن المسيح أنه أيضا غصن عبدي الغصن مرة ومرة أخرى ذكر أيضا أنه الغصن وكأن مجمل تعليم الأنبياء عن شخص يسوع المسيح هو النبتة أو الغصن نتزير الذي ليس له قيمة ولا يعني ولا منظر فهو محتقر يحمل معنى الاحتقار وعش كده لما المسيح سكن في الناصرة الناصرة معروفة جدا أنه أشيء صالح يخرج من الناصرة ما فيش حاجة في الناصرة كويسة من أكثر المدن المحتقرة والتي أيضا يحتقرها اليهود ويحتقر شعبها هي مدينة الناصرة وكأنه مجمل تعليم الأنبياء عن شخص يسوع المسيح أنه غصن وأنه نبتة وأنه محتقر وأنه مغزول رجل أوجاع ومختبر الحزن كل هذا موجود في التعبير نتزير ناصريا الذي يشير إليه متى بناصريا تمتة يشير إلى نص واحد متى يشير إلى فكر موجود وإنتوا عارفين أن اليهود مهتمين جدا بدراسة التوراة ويهتموا جدا بدراسة كل تفاصيل التوراة ويعلموا كل شيء عن المسيح وكانت هناك تعليم خاص عن المسيح من ضمن هذا التعليم المهم أن المسيح هو غصن غصن داود من بيت داود حتى لما الرب هيقطع هذه الشجرة هيبقي الرب غصن فيها نبتة حتى الرب لما خدهم إلى الساب أبقى لنا بقية لأنه كان لازم يأتي منها المسيح فمتة لم يخطئ طيب كلمة ناصري أيضا تشير إلى الاحتقار والإزدراء طبعا هناك إشارة أخرى إنه كلمة نزير أو مكرس أو مخصص لعمل الرب كل هذه مجتملة معا في أنه يدعى ناصريا يدعى ناصريا طيب نقل إلى نقطة أخرى مهمة يقول المنتقد عشان بس الأخ سام يتابع معنا يقول المنتقد يقول ماذا يقول لنا لماذا يختلف متة عن لؤة في ترتيب تجارب المسيح التلاتة في البرية ألا يعتبر هذا دليلا على وجود تناقض في الأناجيل أنا أيضا قد تناولت تجربة المسيح بكل معنيها وأبعدها وأبعدها اللاهوتية وأبعدها التاريخية وتفسيرها في أكتر من حلقة من برنامج عبر الكتاب لكن هنا أنا هاتكلم بس عن هذا الاعتراض وهو أنه لماذا يختلف متة عن لؤة في ترتيب المعنجزات أو ترتيب التجربة بتاعة الرب يسوع نيجي هنا لنقطة مهمة أول حاجة أنه كل كاتب من الأناجيل الأربعة عنده دايما غرض بيكتب من أجله وهذا الغرض هو اللي بيحتم عليه أسلوب الكتابة وبيحتم عليه أيضا ماذا يأخذ من حياة المسيح فالأناجيل لم تأخذ كل شيء من حياة المسيح ولم تتناول تفاصيل حياة المسيح وخدمته بالتفصيل يوما بيوما خلال الثلاث سنين ونص اللي عاشها على الأرض اللي خدم فيها يعني لأنه اللي كتب زي ما قلت قليل جدا يحن نفسه يقولنا إنه لو كتبنا كل حاجة فإن العالم لن يسع الكتب المكتوبة أنا لو كتبنا عن المسيح ولو تخيلنا العالم ده مكتبها الكتب اللي نكتبها العالم لن يسع لأن يسوع كان يجول ويصنع خيرا وكان يعلم ليلة ونهارا وعش كده ما كتب في الأناجيل ما هو إلا أيضا تعاليم ومعجزات وأمور منطقاه من حياة المسيح وليس كل ما فعله يسوع المسيح وزي ما قلت إنه لكل كاتب من الأناجيل الأربعة غرض يكتب من أجله فمتى يركز في كتابته لليهود والأجل هذا متى يعني يبدأ بسلسلة نسب مختلفة شوية عن سلسلة نسب لؤى ويبدأ متى أيضا يتحدث عن الملك وعن دخوله للعالم وعن مجيئه وعن مبادئ الملكوت وعن قدرة الملك في عمل المعجزات والآيات وعن محبة الملك إنه يضع نفسه من أجل الآخرين فكل دو بيقدم ومتى لؤى عنده اسلوب مختلف لأنه أيضا عنده غرض مختلف لا يوجد تناقض لكن يوجد تكامل لهذا الأناجيل الأربعة تقدم لنا صورة متكاملة عن شخص يسوع المسيح بتجيب على السؤال مين هو يسوع المسيح من هو هذا الذي عاش من ألفين سنة على هذه الأرض عاش كده زي ما قلت قبل كده إنه ما عندناش مصادر أخرى بخلاف الأناجيل الأربعة نقدر نعرف منها عن شخص يسوع المسيح فما قاله القرآن عن يسوع هو تعليم مزيفة لا نعتد بها ولا نأخذ بها في معرفتنا عن شخص المسيح ممكن أخذ من الكتاب الوثنيين النقاد للمسيحية المؤرخين الرومان الذين استهزأوا بالمسيحية وأيكون عندهم مصداقية أكتر من مصداقية الكرآن نفسه عن شخص يسوع كويس لكن المسيح بحسب الكرآن هو مسيح مزيف لا نعتد به ولا نأخذ به بأي صورة من الصور ده شاهد ما شافش حاجة كويس لجي بقى لي متى متى يتبع دايما في سرده الترتيب الزمني ويحتم بهذه النقطة كويس عشان كده حتى العبارات اللي استخدمها متى في الانتقال من تجربة إلى أخرى هنتكلم عنها هي تعبارات تستخدم للترتيب الزمني للتتابع الزمني أما لوأ فلم يحتم بهذا لوأ عنده غرض لهوتي آخر عايز يكتب من أجله ده مش معنى أن اللوأ بيعارض متى ولأن اللوأ بيغير لا لا اللوأ عايز يقدم حاجة مهمة جدا للقارئ اللي بيقرأ إنجيله طيب طيب أجي أجي إلى النقطة المهمة اللي بيعتبرها بيعتبروها البعض هي الاختلاف أوكي متى متى أول تجربة هي تجربة الحجارة تحويل الحجارة إلى خبز كويس إلا ما قاله عدو الخير وقاله إن كنت ابن الله فكل هذه الحجارة أن تصير خبز دي أول تجربة تجربة التانية إنه لما خدوا على المدينة المقدسة وأوقفوا على جناح الهيكل وقال له إلقي بنفسك لأنه مكتوب على الأيدي يحملونك كويس دي تجربة رقم اتنين في متى تجربة التالتة إنه أنا أعطيك ممالك العالم إن سجد وخررت لي دول التلاتة التجارب بحسب الترتيب اللي ذكرهم متى كويس لما نيجي اللوقة بنجد التجربة الأولى هي نفسها الأولى زي متى زي لوقة في نفس الأمر كويس لكن بنجد الاختلاف في التجربة التانية والتالتة فلوقة بياخد التجربة التالتة اللي عند متى بيجعلها رقم اتنين لها أعطيك ممالك العالم إن خررت وسجدت لي وبعدين بياخد التجربة رقم اتنين اللي في متى وبيخليها هي التجربة رقم تلاتة إيه ده هاللوقة أخطأ لم يخطئ لم يخطئ لوقة عنده غرض وهدف مهم جدا هتكلم عنه عشان كده لما بنيجي اللي بيأكد لنا إنه متى بيتبع الأسلوب الترتيب الزمني وإنه لوقة بيتبع الترتيب الموضوعي للموضوع اللي هو بيتناوله هي العبارات اللي بيستخدمها كلا منهما مثلا متى بيستخدم عبارات كثيرة تشير إلى التتابع الزمني مثل إيه مثل كلمة توتي باليوناني أو كلمة بالين أجين إذن وأجين أيضا يعني دول عبرتين دايما في اللي بيكتب أمور تتابعية زمنية بيستخدمهم ثم أخذه و مرة ثانية فهو بيكلم بتتابع زمن أما لؤ البشير فالمصطلحات التي استخدمها لؤ مصطلحات بسيطة جدا مسلدية أو كية وهي حروف عطف وليست مصطلحات زمنية و and كويس فهي عبارات زي ما قلت حروف عطف وليست مصطلحات زمنية زي اللي بيستخدمها متة أو زي اللي بيستخدمها متة طيب الغرض ده لي 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 لؤ أنهى حديثه عن تجارب الرب يسوع الثلاثة بأنه جعل التجربة اللي في متة رقم اثنين جعلها رقم ثلاثة عنده لها تجربة أرشاليم أنه أنه أخذوا إلى مدينة أرشاليم وأوقفوا على جناحي الهيكل وقال له ألقي بنفسك وإنه لو رب بعت ملايكا لأنه مكتوب في مزمور 91 أنه على الأيد يحمل لأنه لا تصدم بحجر رجلك كويس ليه لؤة أنهى مش موجودة في متة والعبارة دي هي اللي بتوضح لنا الغرض الذي من أجله رتب لؤة تجارب المسيح هكذا لما يقول ولما أكمل إبليس كل تجربة خلوا بالكم العبارة فارقه إلى حين يعني إيه فارقه إلى حين يعني لسه المعركة ما خلصتش يعني هيجي هيجي مرة تاني هو ترقه مؤقتا لكن لسه الأمر ما خلص وعشكده لؤة أنهى بأرشاليم لأنها هي دي أرض المعركة أرض المعركة التي تكتمل فيها المعركة في صليب يسوع في الجلجوسة في مدينة أرشاليم عندما يصلب رب المجد وعندما يدوس من له سلطان الموت والذي بموته يصحق إبليس في مدينة أرشاليم وكان اللؤ بيقول للقارئ أو أتفكر أنه إبليس بتجربته للمسيح قد انتعى الأمر لا 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 ده هناك تكملة وهتوصل إلى القمة هذا الصراع وهذه الحرب وهذه المعركة لها قمة هتتم أيضا في مدينة أرشاليم أنا هتكلم عليها بعدين مرتبطة بصليب المسيح وبالجلجوسة ده الغرض بتاع لؤ لكن مش لأنه واحد يجي يقول لا أصل لؤ يعني اطلخبط أو لؤ ما كانش عارف ترتيبة التجار لا هو عنده غرض ولأنه بيكتب بالروح الكدس هو أيضا يستطيع أنه يقدم هذا الغرض بالصورة اللي يوصل بيها الحق اللي عايز يوصله للقارئ اللي بيرانجيل لا يوجد تناقض بين متى وبين لؤ في هذا الأمر ولا يوجد خطأ وعش كده زيما لما الواحد بيشوف هو ليه متى اختلف عن لؤ في الأمر ده أو ليه لؤ اختلف عن متى في الأمر ده لازم ترجع إلى الغرض اللي من أجله بيكتب لؤ والغرض اللي بيكتب من أجله أيضا متى وزيما قلت قبل كده أنه الأنجيل الأربعة مكملين لبعض وليسوا متناقضين مع بعض هي تقارير مهمة جدا عن شخص يسوع المسيح كتبها أربعة وكل واحد كتبها لفئة معينة من الناس ولغرض معين يقدم من خلاله شخص يسوع المسيح أربع صور مكملين لحقيقة مين هو يسوع المسيح يسوع المسيح ملك اليهود يسوع المسيح العبد المتألم يسوع المسيح الإنسان الكامل يسوع المسيح ابن الله الكلمة الأزلي الذي صار جسدا وحل بيننا لا يوجد أبدا تناقض بين الأنجيل الأربعة في هذا الأمر طيب أجي إلى أمر آخر أو انتقاد آخر الانتقاد الآخر بيقول لنا ما معنى كلام السيد المسيح هل معنى كلام السيد المسيح أن يصبح الإنسان ملتشة من الكل بمعنى إيه ربي سوع هذه الكلمات سمعتم أنه قيل سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقوم الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سخر كميلا واحدا فازهب معه اثنين من سألك فاعطيه ومن أراد أن يقترد منك فلا ترد المنتقد لكلام المسيح يقول كلام المسيح كلام غير واقعي كلام المسيح وتعليمه تحول الإنسان إلى أن يصبح ملتشى من الكبير ومن الصغير فبما أنه مش هيرد الإساءة يبقى بيجعل من يسيء إليه يزداد في الإساءة فأنا لو دربته واحد وما وجدتش مقاومة منه هدربه تاني ولو سخرت واحد ومش بلقيه بيعترض هسخره تاني ولو حبيت أخذ رداء واحد وما اعترتش ما اعترتش أنا هاخذ رداء مرة تانية فهل فعلا تعليم المسيح بتحول الإنسان إلى أن تجعله ملتشة لكل من هب ودب أمانا المسيح في تعليمه يريد أن يسمو بالإنسان ويريد أن يجعل من الإنسان لا رد فعل تجاه مواقف بل هو نفسه يصير فعل يتحكم في الموقف ويسود عليه أسهل حاجة أحبائي هي الإساءة أسهل أمر ما فيش أسهل منه وما فيش أسهل من الإنسان يسيء لإنسان وما فيش أسهل من الإنسان أنه يرد الإساءة بإساءة ما فيش أسهل من كده كلنا عارفين كلمة ممكن يطلع عصدك عشر كلمات موقف يطلع منه الشيء موقف ربيسو بيقول لهم سمعتم أنه قيل وفعلا قيل في العهد الأديم هذه العبارات عين بعين وسن بسن يقول كده في سفر الخروج أصحح واحد وعشرين وعدد ثلاثة وعشرين إلى عدد خمس وعشرين وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس إذا حصلت أذية إذا مات شخص شخص اعتدى على شخص وموته فتعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح نموس المساوي غير أشياء كثيرة جدا من الأشياء التي غيرها النموس المساوي أنه جعل العقاب أد الإساءة الأمر الذي لم يكن موجودا من قبل زمان كانت القبائل وكلنا نعرف اللي بيقرأ تاريخ واللي بيدرس التاريخ يعرف كويس أو المواضيع إذا أنا أنا من قبيلة فلان فلانية أتلت واحد من القبيلة الأخرى قبيلة الأخرى بتشن حرب على القبيلة التانية ولو هم أقوياء بيبيدوا القبيلة كلها زي ما حصل مع بنت يعقوب وابن شكيم اللي أسائل بنت يعقوب وأولاد يعقوب اللي اتنين أتلوا الشباب في المدينة في القبيلة لم تكن الإساءة أو يلم يكن العقاب على قد الإساءة بل كان العقاب هو دمار للمدينة كلها هذا هو الذي كان متبع قديما وعش كده لما الرب هنا سن القوانين في النموس المساوي قال لا 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 ما ينفعش إنه الإنسان يعني يضيع قبيلة لأنه أسيئة إليه لازم تكون يكون العقاب على قد الإساءة وعلى فكرة اللي بينفذ الأمر دوا مش الشخص هذا الأمر يعطى أيضا للقضاء وإلا تحول المجتمع إلى إلى غابة إن كل إنسان بيحاول إنه يأخذ حقه بإيده لكن هنا الرب بيكلم القضاء والدليل على إن الرب بيكلم القضاء هذا الأمر لما يقول لهم أيضا في سفر التسنية أصحاح تسعتاشر وعدد تمنتاشر إلى واحد وعشرين يقول لهم إيه فإن فحص القضاء جيدا وإذا الشاهد شاهد كذب قد شهد بالكذب على أخيه ففعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه يعني يعني فيه شاهد أتى شاهد زور أتى لكي ما يشهد شهادة زور لكي ما يؤذي الإنسان المتهم هي شهادة زور لما القضاء يفحصوا الأمر ويعرفوا إن الشاهد دوان شاهد زور وإنه شهادت الزور كان القصد بيها إنه يؤذي أخيه ففعلوا به ففعلوا به كما نوى أن يفعل هو بأخيه يعني حكم عليه يعني عقبوه كويس فتنزعوا الشر من وسطكم لا تشفق عينك نفس بنفس عين بعين سن بسن يد بيد رجل برجل كويس فهذا ليس ليس نظام شخصي ده نظام قضائي نظام قضائي وضعوا الرب لكي ما به يأخذ الإنسان حقه ويعاقب الإنسان على أد فعله طيب فلما يجي الرب يسوع يقول سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم من لتمك على خدك الأيمن تحول له الأيسر أيضا طيب إلا عايز أقوله رب يسوع هنا رب يسوع عايز أقول حاجة مهمة جدا عايز أقول إنه لما يتيجي إلى حقك الشخصي كويس لا تنتقم فإن المشكلة الكبيرة اللي بتعرض إليها الإنسان هي الانتقام الانتقام المسيح مش بيلغي نظام قضائي موجود المسيح بيوقف رغبة الانتقام جوه الإنسان بداخل قلبه الانتقام كلنا متابعين القضية بتاعة نيرا واللي حصل ليها في مصر وكلنا عارفين إنه هذا المجرم الذي قام بذبحها بذبحها أمام الكل كان دافع الانتقام أن ينتقم منها وأن ينتقم من عائلتها الانتقام بيحول الإنسان إلى كائن وحشي لا يتحكم في أفعاله ولا يتحكم في تصرفاته ولا مشاعره بيحول الإنسان إلى وحش يؤذي الآخرين بشدة كما أنه يؤذي نفسه هذا الشاب حرم أسرة من بنتها أتل ودبح إنسانة بريئة عرض أسرته وأسرة الضحية للعار والخزي هيحكم عليه أو حكم عليه بالإعدام ويتنفذ إن شاء الله يعني لأنه ده الحكم العادل الرغبة في الانتقام وحش كاسر المسيح هنا يريد أن يوقف الإنسان من أن يفكر في الانتقام لا تنتقم لأنفسكم لا تنتقم لأنفسكم هو يريد للإنسان إنه لا ينتقم لنفسه عشان كده الانتقام يجعل الإنسان عبدا للغضب حيث يفقد السيطرة على مشاعره وأفعاله عدم الانتقام بيحولنا إلى كائنات متحكمة في أنفسنا إنسان عنده غرض إنسان عايش لمجد الله إنسان هذه الأمور لا توقف من تحقيق غرض الله لحياته ده اللي عايز أعلمه المسيح عشان كده في مواقف كثيرة الإنسان ينبغي أن يترك الانتقام هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم شكرا